من وضعها المادي الصعب دافعا للنجاح فشغف سمر حدا بها إلى تحويل مطبخ منزلها الصغير إلى مطعم لإعداد الوجبات الجاهزة والحلويات وتسويقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تقول إنها أسهمت في رواج وجباتها بمن عكس إيجابا على تحسين مستوى دخلها لم أحبت أستسلم للواقع لأننا ليس الحياة فرضت حالها علينا وليس الدنيا الفرضت حالها علينا بالعكس ممكن إحنا اللي فرضنا حالنا عليها فلازم نعيش لابدنا عشان لازم نعيش لازم نكون جدها ويقاسم سمر في أداء مهام المطبخ زوجها الذي يعمل في متابعة طهي الوجبات الخفيفة والحلويات للتخفيف من أعباء حمل واجباتها المنزلية لا يعدم الغزاويون الحيلة أو الوسيلة من أجل التغلب على ظروف حياتهم الصعبة التي مثلت دافعا للكثيرين لعدم الاستسلام وخوض معترك الحياة وتحقيق النجاح في هذا المطبخ تعكف عشرات النساء الريفيات المهمشات على إعداد المأكولات الشعبية والرمضانية بعد أن استقطبنا للعمل ضمن مبادرة محلية تلقينا خلالها تدريبا مكثفا على فنون الطاهي لتمكينهن اقتصاديا في ظل ظروف الفقر والحصار لأنه فيش فرص عمل ولا في شغل لأزواجنا عطلين عن العمل قاعدين في البيوت حبت أنا أجي أشتغل لأن أطور من بيتي ومن نفسي لأولادي نعمل على زيادة الهواء لعمليات في المطبخ بشكل كبير ليشمل أكبر عدد من سيادات المهمشات لدعمهن اقتصاديا في ظل ظروف المعيشية الصعبة منتجات هذا المطبخ تسوق محليا في المطاعم والبراكز التجارية ويعود ريعها إلى صندوق يستهدف استقطاب المزيد منهن بما يحسن الوضع المعيشي لكثير من الأسر المهمشة أحمد غانم غزة الميادين